السلام عليكم و أحبا بكم في دروس علوم الحياة الأرض كيزاكو وليكن نخصها دائما لدراسة الوحدة الأولى الظواهر الجيولوجية الخارجية ومع الفصل الثاني اللي خصصناه لاسترداد تاريخ الجيولوجي لمنطقة روسوبية ثم النشاط الثاني في جزئه الأخير تقسيم الزمن الجيولوجي ووضع السلم استراتيغرافي وهو الجزء الثالث شفنا في فيديوهات سابقة بعد أسوص وضع السلم استراتيغرافي وشفنا المفاهيم المساعدة على وضع السلم استراتيغرافي وهي مفهوم الطابق والفجوة استراتيغرافية إضافة إلى التنافر وثالثا دور روسوبية الآن نشوفه السلم استراتيغرافي أو سلم طبقاتي الذي يمكن من تقسيم الزمن الجيولوجي إلى فترات وأحقاب وأدوار إذن المحور الثاني نخصصه إلى السلم استراتيغرافي بطبيعة الحال ممكن أنه انطلاقا من بحث على الانترنت أنكم تلقوا مجموعة من المعطيات الخاصة بسلم استراتيغرافي ومجموعة من المعلومات وتاريخ ظهور واختفاء بعض الكائنات الحية إلى غير ذلك نحن نحاول فقط أن نعطي مساعدة لفهم هذا السلم استراتيغرافي وكيفية وضعه بطبيعة الحال لا يمكن أن نلمى بجميع أسوص وضع السلم استراتيغرافي وجميع تفاصيل هذا السلم استراتيغرافي لهذا سوف نقتصر على بعض المعايير المعتمدة لوضع السلم استراتيغرافي من بينها معايير استراتيغرافية وبدينا بها هي الأهم اللي هي مفهوم الطابق لكن الإشكال في الطابق هو أن عدد طوابق على مستوى الكرة أرضية هو كبير جدا بحيث لا يسمحوا بالاعتماد عليها وحدها لتقسيم الزمن الجيولوجي ثم أن دراستها ليست بالبساطة اللي شفناها في فيديو السابقة هي تعتمد على دراسة المستحادات الموجودة داخلها وأيضا استخلاص الأحداث الجيولوجية التي رافقت تشكلها لهذا كنضيف معايير جديدة من بينها معايير تكتونية تكتونية نقصد بها الدورات التكتونية كمثال اللي اخذينا مثال مثلا لكي خلينا نفهم هذه المعايير تكتونية مثلا الذين علموا في علامة السوق الأرضية أن الصفائح لستثابتة وأنها تتحرك باستمرار مما يؤدي إلى تشكيل مثلا موحيط في البداية في منطقة معينة وليست في جميع المناطق ثم أن هذا الموحيط سوف يحدث له إغلاق هذا الموحيط بفعل قوى التكتونية الاندغاطية الممارسة عليه هذا الإغلاق وبفعل هذه القوى التكتونية سوف يعطينا تشكيل سلاسل جبلية ثم السلاسل الجبلية بما أنها مرتفعات مستسطحة بمعنى تظهر على السطح والارتفاعات كبيرة سوف يحدث لها حتوى تعريه ثم نقل ثم ترسب وممكن أن يعاد فتح الموحيط في نفس المنطقة مرة أخرى لهذا نتحدث عن دورات تكتونية معيار آخر من المعايير المعتمدة لإنجاز سلم ستراتيغرافي وهو معايير استحاتية وهي المعايير الأساسية والمهمة وفي هذه المعايير استحاتية نعتمد على المستحاتات الطبقاتية ننسى بأنه عندنا نوع آخر من المستحاتات التي نسميها مدى المستحاتات السحنية ما هو دورها وهو تحديد سحنة أو ظروف ترسب الطبقات وبالتجلسة لها علاقة بوضع السلم ستراتيغرافي لهذا نعتمد على المستحاتات الطبقاتية لوحدها هناك معايير أخرى التي نسمى المعايير البيولوجية أو الأزمات البيولوجية الكبرى المتمثلة في اختفاء كبير لأحد الأنواع الحيوانية أو النباتية أو إنقراض تام لبعض الأنواع الحيوانية أو النباتية كما أن هناك معيار آخر لهو ظهور نوع حيواني أو نباتي جديد كمثال فقط ظهور الإنسان على الكرة أرضية يعبره عن الحقاب الرابع جميع هذه المعايير اللي شفناها فيها معايير تعتمد على مقارنة الطبقات فيما بينها وتكلمنا على مبدأ الطبق فيها معايير استحاتية للمستحات الطبقية اللي كتعاوننا في المعيار الأول اللي هو إمكانية ترتيب طبقات حسب عمرها ولكن كيف يمكن الآن أن نستخرج أن بداية الحقاب التاني ستبدأ عند ناقص 251 مليون سنة زائد أو ناقص 1 مليون سنة بمعنى كهامش خطأ بمعنى أنه ممكن أن تكون ناقص 250 مليون سنة أو ناقص 251 مليون سنة أو ناقص 252 مليون سنة أيضا فلتحديد هذا العمر بالضبط من قشعة إمكانية فقط ترتيب الطبقات ما هي الأقدم والأعداد نحن نتكلم على أعداد وبالتالي لاستخراج أعداد هذه الصياغ الرياضية لهذا نعتمد على دراسة جديدة التي نسميها دراسة النظائر إشعاعية النشاط وأن هذه النظائر إشعاعية النشاط كالكربون 14 يمكن من تحديد عمر تقريبي للمستحاتات لك نعرف العمر تقريبي للمستحاتة لك نعرف العمر التقريبي للمستحاتة التي تضم هذه المستحاتة والتي ستكون في نفس عمر المستحاتة أو بعده بقليل هذا المعايير لفهمه الرياضي وما يعتمد على الملاحظة وعلى استخراج الدلائل من طبقات بحدداتها يجعلنا نحصل على نوعين من المعايير معايير تمكن من تقسيم الكورونو استراتيغرافي استراتيغرافي بمعنى طبقاتي كورونو بمعنى تأريخي وبالتاليفة نقوم بتأريخ الطبقات فيما بينها ومقارنة بعضها مع البعض زمنيا أو تقسيم تاني الذي نسميه تقسيم جيو كورونولوجي يعني تقسيم زمني يعتمد على الأحداث التي وقعت على مستوكورة أرضية وإمكانية القيام بعمليات رياضية ودراسات فيزيائية لنظاء الإشعاعية قصة استخراج الأعمار الزمنية المضبوطة نسبيا أو التقريبية لهذه الطبقات والأحداث التي وقعت على الكرة أرضية في كلا التقسيمين تقسيم الكورونوستراتيغرافي وتقسيم الجيو كورونولوجي عندنا تقسيم الزمن الجيولوجي إلى أقسام مرتبة بحيث أن التقسيم الكورونوستراتيغرافي يعتبر بأن الواحدة الكبرى هي الظهر ونريد نسميه ليون الزهر يضم مجموعة من الأحقاب ديزير وكل حقب يضم مجموعة من الفترات أو النظم لها بريود أو سيستام وكل فترة تضم مجموعة من الحقبات أو السلاسل التي نسمى إبوك أو سيغي وكل حقبة تضم مجموعة من الطوابق ديزيتاج بنسبة تقسيم جيو كورونولوجي ويشبهه نسبيا مع اختلاف في بعض التسميات فعوض الزهر عندنا الإيون أو تم وعوض الحقب عندنا الأغا تم والفترة بقعت محافظة على إسماء الآخر اللي هو النظام سيستام الحقبة تم تعويضها بالسلسلة سيغي والطابق بالعمر لأننا نحن نحدد العمر التقريبي لهذه الطبقات نقص بإجمال النوع من الكرة الأرضية إلى مجموعة من الظهور أهمها ظهرين الظهر الأول الفانيغوزوي وفانيغوزويك والكريبتوزوي الفرق بين الاثنين الفانيغوزوي تعني الحياة الظاهرة بمعنى التي تظهر على سطح الأرض خاصة على اليابسة والكريبتوزوي وهي الحياة المستطيرة بمعنى التي يمكن أن تكون موجودة لكنها غير ضهرة الظاهرة يضم الظهر الفانيغوزوي ثلاث أحقاب وهي الباليوزوي بعنى الحياة القديمة الباليوزوي باليوجات من قديم الحياة القديمة والحقب الثاني هو الميزوزوي بعنى الحياة المتوسطة العواض القديمة وانتهاء بالحياة الجديدة التي نسميها السينوزوي أو السينوزويك الحياة الجديدة أو الحديثة يوافق الباليوزوي الفترة الأولى أو النظام الأول الذي نسميه النظام الأول الميزوزوي يوافق النظام الثاني والسينوزوي يوافق النظامين الثالث والرابع اللي هو الحالي أو العصر الحالي هذه التسميات المختلفة تعاقد الأمور نسبيا ولكن ليس هذا هو الذي يهمنا الذي يهمه هو التعرف على بعض الأحداث الجيولوجية المهمة للتعرفة الكرة أرضية والتي تمكننا من تقسيم الكرة أرضية إلى مجموعة من الفترات للتبسيط نعتمد على التقسيم التالي التقسيم الأول هو ما قبل الكمباري وما قبل الكمباري هو ما قبل حياة الظاهرة بحيث أنه لا يتميز بوجود أشكال حية مهمة يتميز فقط بأهم الكائنات وهي لسيانوفيسي أو تحاليب الزرقاء ويدل على قلة هذه الأشكال الحية هو أنه حاليا لا نجد صخور رصوبية ضمها لسيانوفيسي أو تحاليب الزرقاء إلا بعض الصخور التي نسمى لستروماتوليت وعددها في العالم هو قليل جدا إذن ما يجب أن نتذكره برسبة ما قبل الكمباري وهو قلة الأشكال الحية من بعد ما قبل الكمباري عندنا الباليوزوي الذي سبيناه الحياة القديمة وفي الباليوزوي ممكن تقسيمه إلى الأجزاء التالية إذن في الباليوزوي والباليوزوي أغ خيماغ الذي يوافق الحقب الأول بداية هذا الحقب الأول هي عند ناقص 540 مليون سنة يتميز أساسا في بدايته بدهور ثلاثيات الفصوص تليها الأورتوسيراس التي عبارة عن كائنات بحرية رأسيات القدم ثم تليها في الظهور عند ناقص 435 مليون سنة أسماك صفائحية بمعنى أن أسماك لا تتوفر على حراشي في الأسماك الحالية بل تتوفر على صفائح على سطح جلدها تليها في الظهور عند ناقص 410 مليون سنة تنائية التنفس وهي لزونساتخ أو الأسلاف الضفادر الحالية ثم تليها عند ناقص 355 مليون سنة ظهور الحشرات ثم في الأخير ينتهي هذا الحقب الأول بدهور الزواحف ينتهي هذا الحقب عند ناقص 250 مليون سنة نهاية هذا الحقب هي بداية الحقب الموالي وهو الميزوزوي الميزوزوي الذي سميناه الحياة المتوسطة وفي هذا الميزوزوي عدنا تقسيمات جديدة يبدأ الميزوزوي كما قلنا عند ناقص 250 مليون سنة وينتهي عند ناقص 65 مليون سنة أهم ما يميز بداية الحقب الثاني وهو ظهور الأمونيتات وهذه الأمونيتات سوف توافق الجزء الأول من الحقب الثاني الذي نسميه الترياس ينتهي هذا الجزء عند ناقص مائتين وخمسة مليون سنة ويبدأ الجزء الثاني الذي نسميه الجيراسي الجيراسيك لسبة إلى الجبال جيراسيك ويتميز بظهور الزواحف البحرية التي تشبه الضيناسورات نسبيا لكن بحرية لماذا؟ لأنها في هذه الأطراف هي ليست أطراف قادرة على المشجع الليابسة ولكن هي عبارة عن زعانف لا تمكنها إلا من السباحة داخل المياه وخاصة البحر ينتهي الجيراسيك عند ناقص مائتين وخمسة وثلاثين مليون سنة لكي ندخل إلى الجزء الثالث وهو الكريتاسي أو الطباشيري المتميز بوجود الضيناسورات ينتهي الحقب الثاني كما قلنا عندها ناقص خمسة وثلاثين مليون سنة الحقب الحديث وهو السينوزوي وهو الحياة الحديثة تبدأ عند نهاية الحقب الثاني اللي هو عند ناقص خمسة وثلاثين مليون سنة تتميز بظهور الجرابيات التي تشبه الكنغر والرئيسيات لمنها القرادة وأيضا التدييات العاشبة واللاحية ما عندنا الماموت التي اختفى في أواسط الحقب الرابع ثم عندنا الحقب الرابع ثم عندنا في النهاية والأحدث هو الحقب الرابع الذي يتميز بظهور الإنسان عندما يقارب ناقص واحد فصيلة خمسة وثلاثين مليون سنة أو تقريبا ناقص واحد فصيلة ثمينية مليون سنة وبطبيعة الحال هذه التواريخ والأزمينة والتعاقف الأحدث ليس اعتباطي وليس فقط فرضية بل هو يعتمد على دراسة المستحاتات ودراسة مجموعة من المعايير التي اعتمدنا عليها في إنجاز هذا السلم استراتيغرافي هكذا كنت أنهينا النشاط الثاني من الفصل الثاني الذي كان متعلقا باسترداد التاريخ الجيولوجي لمنطقة رسوبية وفي انتظار لقاء بكم في فيديوهات مقبلة كنتم أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة